بسم الله صلاة السلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أبضل الصلاة وأتمت يا مساء الورد إزيكم يا أمهات وإزيكم يا بنات إن شاء الله كلكم طيبين بصحة وسلامة اليوم جدكم بفيديو خفيف لطيف من الفيديوهات المهمة جدا أو من الروتينات المهمة جدا اللي لازم نعمل في الشهر أقل شيء مرة اللي هو تنظيم درجة البهارات وترتيب البهارات وكل واحدة فيكم في الفيديو تاكتب لنا طريقتها في تنظيم درجة البهارات أو بترتب بهارات كيف وكمان البهارات المهمة اللي أنت ما بتستغني عنها شنو أنا حوريكم حقي حوريكم طريقتي أكيد أنتوا حافظوا نها لكن بالنسبة للبنات اللي اشتركوا جداد هو فيديو صغير أول حاجة بدأت به اللهم صلى وسلم على حبيب الله محمد بدأت بالكزبرة من عشاق الكزبرة أنا بعتبر الكزبرة أهم وبهار في البيت يعني من غير كزبرة ما بحس إنه بتقدر تعمل حياة خاصة الطبايح خاصة كل شيء كل شيء كل شيء فعموما الكزبرة أنا عندي يعني الكزبرة لو ما اتحمص أخدت طحميصة ما يعني شنو ما بيعجبني لازم أشمر حتى الكزبرة ومي الله يديها العافية كانت بترسلينا من السودان بس حاليا مع الحرب وكذا يعني لازم يعني بجرب من هنا وبجرب من هناك عشان ألقي كزبرة نظيفة وأخيرا كهرمان عنده كزبرة رهيبة شديد لكن أنا هنسي المرة دي جبتم كان من المحمصة الأوروبية صراحة خراف خرافية بصور كده ما طبيعية المهم كان نظفته لازم يتغسل هو وينشف بعد ما يتغسل وينشف بعد ما يتغسل وينشف بعدين بديت تحميصة وحمص وكان خالص عندي فسبحان الله يومين ثلاثة تقريبا ما عندي فحسيت إنه ما قادر أطبخ أصلا خاصة الطبايخ يعني الكزبرة سمحة شديد في الطبايخ من البهارات اللي ما بيستغنعنا الكزبرة الفلفل الأسود ما بيحب يستخدمه كتير خالص ما بيحبه كتير بس برضو في الطبايخ شوية في الدمعة شوية في التقالية مهم فأنا كان جبت لي فلفل أسود مطحون سبحان الله ما حبيته أبدا حسيت به تراب فقررت إنه برضو أجيب حب الفلفل الأسود اللي بيكون حب بعدين أسحنوا درجها البهارات عندي في البيت الحمد لله ما متعبني ما بتعبني شديد لأنه أنا أصلا عامله في سباتة وبخليهم في الدرج شوفوا يعني في طريقتين إذا أنت مطبخك صغير زي مطبخي وما عندك مكان كافي أنك أنت مثلا أو ما عندك رخام أنا مثلا رخامي واحد صغير اللي بأخذ فيه سخان الشاي وبأخذ مرات هناك حاجات البهارات بتاعت الشاي أو مرات ببدل على حسب المزاج بغير يعني تمام مثلا ما عندك رخام كبير أنا بعمل شنو جايب السباتة دول وبغسل بغسل عفون بغسل السباتة من فترة لي فترة وبنشفهم بخد فيهم العلة بتاعت البهارات يعني في بالي وفي خاطري اشتري تقوم بتاع بهارات رهيبة كده وأخدتهم في الرخام لكن الرخام عندي صراحة ما بكفي وما بحب الرخام الصغير يكون جايب حسي زاده ما عاجبني لكن بس مضطرة يعني لأنه المساحة ما بكفي تمام عموما إذا انت عندك رخامة طويلة وكلا وواسعة في مطبخك بتبدأ تجيبي طقم بهارات ظريف كبير كده يشيل لك كل بهاراتك تخطيه في رقم كده مع مع الشجر مع حاج مع ورد مع أي حاجة كده منظر يكون لطيف لكن زي أنا مطبخة صغير وما عندك أي مساحة ممكن تشتري إستانداد تجيبي الطقوم بتاعت السباتة دي من مراكز الدراهم تخطي فيه بهاراتك ترتبيه وبالمناسبة في سباتة عندها بتقفل يعني أنا هسي خاتتهم كده بكون حافظة ما انت سيبت البيت بتكوني حافظة هنا في شنو هنا في شنو هنا في شنو من فترة لها فترة ممكن المعاكل في البيت ممكن يغيروا المكان وكده فالموضوع سهل ما صعب أحسن من أنه أنا مثلا كده الدولاب مفتوح أخد فيه كل علاب البهارات كده شوية صعب لكن لما تخصص السبت ده مثلا لحاجات الشاي السبت حاجات القهوة كده والسبت ده البهارات والسبت الثاني للعسل وما بعرفه كده هتحسي أنه الدنيا رائعة شوية فعموما البيت الصغير والبيت الكبير ما كلام بنقدر نرتب أمورنا بأي كان إذا كان صغير بتقدر ترتبيه إذا كان كبير برضو خير وبركة فشنو ما تقعدوا تنكدوها على روحكم مطابحنا صغيرة وما بعرف شنو وما قادرين نعمل فيه حاجة لا بتقدر تعملي أي حاجة طول ما أنت عندك رغبة أو عندك ما زالت تعيش في مكان منظم ومرتب سبحان الله يعني فيه ناس بيوتهم مثلا عندهم عندهم يعني مطبخ يكون يكون صغير صغير بصورة كده ما بتتخيليها لكن بتحسي بكده نظام أهم شي في الحياة النظام والترتيب ما شرط الحاجة تكون واو نعم كلنا بنحب الحاجة السمحة بنحب المطابخة الكبيرة لكن ما شرط حتى الصغير بترتب هنا مثلا أنا سبت دخل هاته فيه اللهم صلى الله سلم على رسول الله النشا تقريبا وخاته فيه حاجات اللي هو بيستخدم مرات في الحلويات وهنا مثلا الكاكاو ومعاه كمان سريلاك وكستر لو فيه مثلا قهوة عربية خاتهم الحاجات اللي هو بخص القهوة أو بخص المشروبات تمام وهنا اليوم أنا غي السبت البهارة وهنا خاتت حاجات العسل أيوة العسل مرات نحن نحب العسل العادي لكن زوجي والباقين يحبوا العسل الأسول بس مخصص السبت هناك بس للعسل تمام البهارات مقسمة على اثنين لأنه كتير يعني الغار الفلفل الأسود أو تعملي باوكب سادر أو تعملي ما يندي المهم يعني مشكل تمام السبت خاتفيه بدرة التوم وخاتفيه الشمار الحب الشمار الشديد في الصلطة وفي ناس بقول علىه الكمون عندنا اللي هو أقول معاي الأوريغانو بخده في البطاطس مرات برش في البيتزا وعندي كمان اللي هم برضو ناس الزعتر والملح الحجري والكوزبر هنا حبيت عبيه لكن كان كتير يعني أنا بسحن وبقسم عليه اثنين الجزء بخلي في المطبخ عندي والجزء الأكبر بخلي في الفريزر البهارات لما تحتفظ به وفي الفريزر ما بيخرب ممكن يقعد معاك السنة كامل وما يخرب بس يقاف له كويس تمام السبت الخاتفي البهار دي هنا السبت أوريغانو للبطاطس وعندي الكزبرة وعندي الفلفل الأسود وعندي الشمار للسلطة ومرات لللحم وعندي الزعتر وقعد أحب للمعجنات والشيء الزك وعندي بدرة الماجي حلو شديد بدرة الماجي للشورب والشيء وكما في تدبيل بهارات اللي هو بيكون في اللا بلا اللهم صلى الله سلم على رسول الله تدبيل فريزر مقسمة وكذا حاجات بهارات الشاي وبهارات الأكل في سبب ثاني بس بقسمهم كذا واخدهم في الفريزر بقعد معاك أطول فترة ممكنة عفوا أن يوسف قاطعني اليوم ما قدرت أن نزليكم فيديو بالنهار كنت حابة صراحة أنزليكم بس ما قدرت لأن كنت مشغولة عندي شوية طلبيات كنت بجيحس فيهم عشان كده ما قدرت أنزليكم بس حبيت أن أطل عليكم مرات ما شرط أكون عندي فيديو كامل روتين وما عارف مرتبة حاليا نزليكم الفيديو لا مرات بحب بس أن كده مثلا أطل عليكم طل خفيفة سبحان الله سبحان الله مش عشان كل ما أسجل يجو خاشين يا أخوي يا يوسف اللي اثنين تطول عليكم بس قلت أنه اللي ما قعد نزليكم فيديوهات كاملة لكن إن شاء الله بنرجع لروتيناتنا قريب بإذن الواحد الأحد فبس حبيت أعمل شوية تغيير بسيط جدا في المطبخ أو اللي هو أنظف البهارات لأنه أنا واحدة من الناس اللي لما أحس أنه مثلا درجة البهارات عاوز نظافة أو أحس أنه التلاجة محتاجة برضو أنه أنا أنظف كده هنا مهما نظف من برا في شيء كده ما ما بخليني مرتاح إلا أنظف النظافة العميقة أو الحاجات كده وزي ما قلت لكم ما شرط تخصص يوم كامل عجان تعمل الحاجات يعني أنا مثلا اليوم ده عندي عندي غير وغير وقعد أعمله لكن شنو قلت خلاص مسافة من الحاجات مثلا تطلع من الفرن أو كده أنا برضو أكسب زمن أعمل حاجة مرة بتكوني ما عندك موضوع وقعد اليوم كله والله لو لا دلزه جوني والله لو لا دل كره واني خلاص انت قومي من جنبهم انت بالمناسبة لما تكون جنبهم هم بيعاند وغيرت المفرش المفرش البنات القادمة والله ماحل والمفرش الفرش فوق ماحل والمفرش الفرش في الأرض ماحل عاجبني عاجبني نقسم بالله العظيم أنا ما عارف بحب بسيط نفسي بالحاجة لأنا بحبها يعني أنا خلاص أنه الأمور طيبة أنا أمور طيبة ما شرط يعني نكون نجيب حاجات واو أنا بعمل الحاجة قدر ما قاعد عصر على زوجي ولا قاعد عصر على زول بس بعمل الحاجة الموجودة عندي ولا أنا بقدر عليه والحاجة دي بمبسط به يعني ما شرط الناس تنبسط يعني دائما لما تجي تعمل الحاجة أعمل الشيء ببسطك تمام حاختم لكم الفيديو بوصفة حيل وشديد من وصفاتنا في القناة من الحاجات اللي أنا بحبها أو السودانيين عامة الحال الوصفة مديد التمر بنات كتار جدا جربوا الطريقة وعجبهم شديد عندي جارة الله يضيها العافية معه ضيوف وقلت أعمل مديد التمر ورسل لهم ونزات بالليل مرات بساهر مع ياسين وحيز بجوع كده فقلت خلاص أعمل شي مفيد معرف إذا هو مفيد خالدة العادية لازم يعملوها في مناسبات كثيرة يعملوها تدي بالتمر تشيل من الحب ونغلي التمر الوصفة سهلة لكن لذيذ بصورة طبيعية إذا أولادك لا يحب يأكل التمر ممكن تعملها لهم بالطريقة هذه أنا كنت بطلع الحب من التمر وبعدين كده ستخطيه في موية وترفعه في النار خلاص ما يعمل الرغوة ستشيل الرغوة من فوق وبعدين ستخلطيه ستخلط التمر حتى عجوة ممكن اعتمر ناشف ممكن اعتمر زي حق العادي ده برضو ممكن اي نوع تمر ناشف 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 عديل برضو ممكن بعد هذا وكده سيطلع بالمنظر ستشيل الرغوة من فوق وبعد هذا ستخلطيه تمام سنعمل الخلطة الرهيبة سنعمل البشاميل البشاميل العادي تحمص دقيق في سمن او في زبدة بعدين بنطفيه بالحليب وبعد ما تطفيه بالحليب اذا حسيت انه تكلكع انا كانت تكلكع عندي فخلطته تخلطيه وبعدين ستنزلي بالتمر بعد المرحلة دي ستنزلي تخلطيه في الخلاط بعد ذا ترجع في البشاميل حس ستشوف في الطريقة بس كده سمن ودقيق وتطفيه بحليب سهل واسهل من سهل لكن حلوة شديد بالطريقة دي شايفين بعد تنزلي بالدقيق تحمص شوية ما احد تحمص شديد يعني تحمص شيء بسيط كده احنا مرات بنقدم مع الزلابي تعال شوف مع القرقوش اللي عملته امس انا ما عارف مرات بحيب بطم بحيب بعمل كده طعم جا ف اتخيلوا مع القرقوش رهيب كيف رهيب شديد رهيب شديد حتى اولادي علق وقالوا يا ماما انت بتعمل حاجات غريبة قلت لهم ما عليكم انتو بس يتجرب ويتبطله لكن اولادي حتى بحب المديدة بتاعت التمر تزيب صورة ما بتتخيل لانه بتحسين انت ما عارف بس لازم تجربوها بتمنى بتمنى بتجد يعني بتمنى تجربوا الطريقة دي لانه هتعجبكم جدا يعني هتدمنوها ادمان تمام واذا عجبكم الفيديو ممكن تعاملوا لي لايك للفيديو انا حابة انه الفيديوهات يعني اكبر عدد من البنات يحضروا الفيديوهات بعيدا عن انه اللايك يعني مثلا برفع الفيديو لا انا حابة انه نكون اسر اكبر من كذا والناس يستفيد من بعض اكتر ومطلوب مني بالمناسبة كمية بتاعت المواضيع نتكلم فيه ممكن يكون الكلام مكرر لكن شنو انا ممكن نرفع عليكم الفيديوهات في المنتدى عندي بس انا ما بتذكر لانه دايما الكلام او المواضيع بنتكلم في الروتينات فعشان كذا ممكن نرجع نعمل سلسلة تاني بنات كتار بنات كتار جدا زحجانين وملانين وعاوزين جرعة بتاعت النشاط وعاوزين جرعة بتاعت واعي فان شاء الله بإذن الله في الفيديوهات الجاه نتكلم في الموضوع دايما بس خلي في بالك انه الامور كلها طيبة ما عليش يا جماعة ما عليش أولاد أولاد المزعجين يلا ما مشكلة المهم دايما اخدت في بالك ان الدنيا طيبة والأمور اصلا هتكون طيبة بس أملك في رب العالمين يكون كبير في بنات كتار بقولوا نحنا قدروا ما نعمل يا دلال ما قادرين نبطل ما قادرين ننسى هو الكلام الجارح ما بتنسي والكلمة الطيبة دايما سوف نتكلم في المواضع بإذن الواحد الأحد الفيديو سيكون فيه موضوع ما أظن يكون في روتين سيكون في موضوع إذا ما بكرة سيكون بعد بكرة لأنه بكرة تقريبا سيكون مشغولة إذا ما بكرة الفيديو سيكون بعد بكرة عن أنه كيف تقوي نفسها كيف تواجه مصعوبات الحياة وكيف ترتب حالك وكيف تقوي من شخصيتك وكيف تكون إنسانة مرتبة وإنسانة مكتفية بي ذاتك بإذن الواحد الأحد سيكون الفيديو هات الجاية زي ما قاعد أقول ليكم ما عندي دراية كافية عن المواضع دي لكن بتكلم ليكم من خلال تجربتي في الحياة من خلال أنه أنا عشر تناس كتار وغير كده في حاجات كتيرة مريض بيها إن شاء الله حتى ما أشوفكم الفيديو الجاي مع السلامة